الناس مستنية طبعا قرارات لجنة الانضباط بكرة القدم أو اتحاد كرة القدم وحصل حالا دلوقتي هقولها لكم وطبعا نستابل ديوفي بعد كده ونتكلم في هذه القرارات القرار الأولاني هو إيقاف كهرباء وإمام عشور وأحمد زاير إداري فريق نهاية زمارك لنهاية الموسم وغرامة 100 ألف جنيه ده أول قرار للجنة الانضباط باتحاد الكرة أيضا إيقاف كهرباء أو إيقاف شكبالة 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه أيضا عبدالله جمعة إيقاف 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه أما ياسر إبراهيم وأجعي إيقاف مباريتين وغرامة 50 ألف جنيه أما الغرامة على الناديين كل واحد 100 ألف جنيه لكل نادي من الأندية 100 ألف جنيه أما الغرامة اللي جاية أو القرار اللي جاي هو منع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي زمالك من ممارسة أنشطة كرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه ده القرارات الخاصة بلجنة الانضباط ودي لسه طالع حالا حالا يعني لسه جاينا طازة زي ما يقول جاينا بريمو بالنسبة لبرنامجنا هقولها لكم مرة تانية وبعد كده هنستقبل ديوفنا كهرباء وإمام عشور وأحمد زاهر إداري فريق نادي الزمالك إقاف لنهاية الموسم وغرامة 100 ألف جنيه شيكابالا إقاف 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه عبدالله جمعة إقاف 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه ياسر إبراهيم وأجعيه إقاف مبارياتين وغرامة 50 ألف جنيه أما الناديين الأهلي والزمالك كل واحد منهم غرامة 100 ألف جنيه ومنع المستشار المرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من ممارسة أنشتة كرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه